بسم الله الرحمن الرحيم معكم حسين بن يحيا اليوم بإذن الله يكون الفيديو الثالث حول السلسلة حول محرك الرندرة Redshift اليوم سوف نتكلم بإذن الله عن الإضاءات الموجودة داخل محرك الرندرة Redshift بال3ds Max هنا معي فقط مشهد بسيط كل ما فيه هو عبارة عن مجسم لتنين موجود ولكاميرا كاميرا فيزيكال فيزيكال كاميرا عادية من 3D Max وسايكلوراما في الخلفية هنا إذن فقط عبارة عن سين أو مشهد بسيط جدا سوف نقوم بالتعرف على أهم الإضاءات الموجودة داخل محركة الرندرة Redshift إذن لو نأتي إلى قائمة إذن لو نأتي إلى قائمة Create في الـ 3D Max سوف نجد هنا في قسم الإضاءة قد أصبها عندي قائمة باسم الـ Redshift فيها الإضاءات الموجودة الخاصة بـ Redshift وهي Physical و-IS و-Portal و-Doom و-Redshift Sun وطبعا هناك أيضا من الأشياء التي سوف نأخذها بالإضاءة وهي من عند المتيريال المعاد وهي في المابس بما يسمى الـ Redshift Environment وهو أبسطهم وأسهلهم الـ Redshift Environment وأيضا من قائمة الـ Rendering في Exposure Control Exposure Control سوف نأخذ أيضا الـ Redshift Photographic Exposure هنا وهو من مؤثرات الخاصة بالكاميرا مثل الـ ISO والـ Shutter Speed هنا عند رندرة المشهد لا يوجد معي أي شيء مجرد تنين فقط على خلفية لا إضاءة ولا أي شيء من هذا القبيل إذن لو نأتي إلى أول شيء من الأمور البسيطة جدا في عملية الإضاءة وهي عملية الـ Environment إذن لو نذهب إلى قائمة الـ Environment داخل 3D Max إذن هي من Rendering من Environment ونقوم بإضافة Map في قائمة الـ Environment وهي Redshift Environment هنا double click Redshift Environment نقوم بفتح المتيل للـ Editor لكي نقوم بسحب هذه المادة إلى داخلها والقيام بعمليات Instant هنا نقوم فقط بإدخال الضوء أو الصورة الـ HDRI طبعا في حالة هذه أكيد سوف نقوم بإدخال صورة الـ HDRI داخل الـ Slot الخاص بالصور داخل الـ Environment هنا إذن من عند Bitmap نقوم باختيار مثلا هذه الصورة للـ HDRI ونقوم بعمل OK عند القيام بعملة Rendering سنلاحظ أنه لا شيء تقديمه تغير رغم كوني أضفت فقط مجرد Brightness آه صحيح قد يكون يجب علينا إلغاء الـ GI في حالتنا الأفتراضية الـ GI عند القيام بعملية Rendering سنلاحظ لا اختلاف أبدا في المشهد هنا مع إضافة الخلفية Environment Map وإذا ذهبنا إلى الـ Rendering ومن عند Environment وقمنا بإلغائها وأيضا قمنا بعملية Rendering سنلاحظ لا وجود الاختلاف أبدا في المشهد رغم كوني وضعت صورة HDRI في الخلفية لو نقوم بإبعاد مثلا السيكلوراما الموجودة عندي في الخلفية هنا نقوم بعملية Hide Selection وأقوم بعملية Render مثلا سنلاحظ وجود خلفية وأقوم بعملية Render مثلا سنلاحظ وجود خلفية هنا في حالة الإظهار سوف أقوم بإظهارها Maps آه أنا قمت بإغفاءها إذا نعود إلى الـ Rendering من Environment سنقوم بإظهارها مرة أخرى أوكي Use Map والقيام بعملية Render مرة أخرى نلاحظ لم تحصل أي تغييرات في الإضاءة الموجودة بالتنين ولكن الخلفية الـ HDRI موجودة عندي هنا وموجودة أيضا في قائمة المواد هنا موجودة في قائمة المواد حتى لو قمت بعملية Rotation لها أو من هذا القبيل وإعادة عملية Render لاحظ أن الصورة هي أساسا موجودة عندي ولم يقم أي تفعيل هذه الإضاءة موجودة بالتنين علي في هذه الحالة التفعيل من حصائص الرender التي أخذناها في الدرس السابق من عند الـ GI بتفعيل Global Elimination لل Primary Engine وأيضا في حالة لو أردنا سوف أقوم باختيار Brute Force عند القيام بعملية Render سنلاحظ أن التنين بدأ يتأثر بالخلفية التي موجودة انظروا حصلت هناك إضاءة هنا بعض اللمعات الموجودة من الخلفية الـ Environment الموجودة عندي ولو قمنا بعادة Cyclerama Unhide All وقيام بعملية Render نلاحظ أن الخلفية الـ HDRI هنا قامت بالتأثير على الصورة هذه طبعا أبسط أنواع الـ HDRI عادة ما تستخدم حاليا ربما فقط في الـ Interior Design ولو أني أيضا لا أفضل استخدامها بالـ Interior Design أفضل استخدام الـ Doom Light بشكل أكبر إذ أنني أستطيع التحكم فيه بشكل أفضل من Environment Map إذن نقوم بالغاء الآن Environment Map من هنا سنقوم بعمل Clear وأيضا عند المواد سوف نقوم بحذف الـ Redshift Environment وعدنا إلى الحال الأولى تماما التي كنا فيها لا وجود لأي إضاءة في المحسد فقط GI قمنا بتفعيل GI في هذه الحالة طبعا إذن إذن موجود عندي وقمنا بتفعيله وهو BruteForce و Ticash هنا نذهب نذهب إلى الآن نذهب إلى النوع الأول من أنواع الإضاءات الموجودة في Redshift وهو Doom Doom نضعف أي مكان المكان ليس بالمهم أبدا للـ Doom Light إذ أنه يقوم بعملية إلقاء ضوء في جميع الاتجاهات من صورة معينة وأيضا سوف نقوم باستخدام صورة HDRI هذه المرة ونفس الصورة والآخر لو نقوم بعملية الـ Render هذه الناتج النهائي عادنا دائما من ما أقوم بعملية Doom Light لاحظوا هنا هنا صورة الـ Environment الخاصة من الـ HDRI أيضا في هذه الحالة لو أقوم بحذ أو بإخفاء السيكلوراما الموجود عندي High Selection نلاحظ أن الـ Doom Light قام بعمل الخلفية الموجودة أمامي ولتحريك هذه الخلفية كل ما أقوم القيام به هو تدوير فقط الـ Doom Light الموجود هنا أقوم بتفعيل الـ IPR Render وأقوم مثلا هنا بالتدوير للـ Light الموجود عندي الموجود عندي أو على المشهد وفقا لاتجاه الضوء لاحظ إذا أردنا الضوء يأتي من الجهة الأمامية بهذا الشكل جميل إذن Unhide All وأنا نقوم بإعادة السيكلوراما هنا نقوم بعملية Refresh فقط للـ IPR وهذه الإضاءة الموجودة عندي فقط من الـ HDRI نقوم بإضطاء اللمعات طبعا أنا قمت بتطبيق مادة عادية Redshift للتنين الموجود عندي فلنقوم بتغييرها مثلا هنا نقوم فقط بإعطائه مادة بلاستيك نقوم بإخفاء النود الغير مستخدم ومثلا تحويلها إلى Silver مثلا فضة لاحظوا مباشرة قام بالتطبيق على التنين الموجود عندي أقلل مثلا من قيمة Reflectivity وأيضا وأيضا أضيف لها لون أغمق قليلا فقط إلى التنين الموجود عندي مثلا هكذا جميل بهذا الشكل ممتاز هذا الشكل أقف ال-IPI مواققا فقط مادة عادية تماما لن ندخل في المواد بإذن الله في الفيديو القادم سوف نركز على المواد هنا فقط على هذا إذن أهم المعاملات الموجودة عندي في Doom Light هي Samples أعتقد قمنا بتقطية Samples بشكل جيد وواضح في الفيديو السابق وكيفيته هنا نوع الماب MapType عادة نقوم إما Spherical أو Homospherical Homospherical أي أنه سوف يقوم بإلغاء العرضية هنا في حالة إلغاء العرضية لاحظون في ال-Homospherical يقوم فقط بإعطاء نصف العلوي فقط من صورة ال-HDRi أخرى العلوي فقط من صورة ال-HDRi هنا سوف نشاهد ما الذي حصل بالضبط أيضا نقوم بإخفاء السايكلوراما الموجودة الخلفية لاحظون لا وجود لنصف صورة ال-HDRi الموجودة عندي إذن نقوم بإظهارها مرة أخرى عن طريق تحويلها إلى Spherical عندنا من الخصائص المهمة هنا أيضا الجاما لن نخذ فيها إلا في حالة لو كنا نقوم بعملية render عن طريق row أو linear لمن يريد البحث أكثر حول هذا الموضوع إذن أنا في حالة هذا أقوم بعملية الإخراج عن طريق صور sRGB وليست linear أو row في حالة القيام بعملية row sRGB قد يستلزم تغيير قيمة الجامة الموجودة عندي فقط نتحكم بالصورة الموجودة في الخلفية من شدة إضاءتها مثلا نريدها شدة إضاءة خمسة تغيير القيمة اللونية الموجودة عندي في الخلفية لاحظ هنا عند القيام بتغيير الهو أنا قمت بتغيير القيمة اللونية الموجودة في صورة الHDIRI وSaturation إما تحويلها إلى Grayscale أو إعادة التشبع أو قيمة Saturation Full Saturation في هذه الحالة Preview فقط هي المشاهدة المشهد الموجود عندي في الخلفية في حالة أنا لا أريد Off يقوم ولكن هل ستختفي من الرندرة لا لن تختفي من الرندرة لاحظون الصورة ما زالت موجودة في الRendering هنا فقط يقوم بإخفاءها من Preview أو من الViewport فقط لا أكثر ولكن في حالة لو أنا لا أريد أن تظهر عندي في الرندر أذهب إلى هنا في الEnvironment وهنا عندي Enable Background أقوم بعملية Uncheck أو إلغاء التحديد هنا هنا عند القيام بعملية Rendering الخلفية لن تكون موجودة عندي ولكن تأثير الإضاءة ما زال موجود عندي على التنين إذن في حالة الإعادة سوف تقوم الخلفية بالظهور هنا تلاحظون العكاس الحاصل هنا هو التغييرات الحاصلة في التنين هذه البسيطة هي لم تحصل من قيمة الإضاءة نفسها وإنما عن طريق الإنعكاس هناك إنعكاس يحصل من الأرض على سطح التنين لأنه مادة لامعة عاكسة هو هذا التغيير الحاصل لكن كإضاءة إضاءة موجودة ومفعلة وكما هي الباك بلايت جميلة ولكن قد لا نقوم فيها هي عبارة عن إضافة خلفية خاصة بالمستخدم إضافة خلفية خاصة بالمستخدم أي خلفية ممكن تضيفها تقوم بإلغاء مثلا الصورة الموجودة في الأنفيرومنت عن طريق الـ HDRI وإضافة صورة خاصة بك عن طريق الباك بلايت البعض يقول ربما أقوم بهذه العملية في عملية الـ Post Production أو الـ Composition عن طريق الـ Photoshop أو الـ After Effects أو الـ Nuke فعلا نقوم بأحضر أحيان خصوصا إذا كان عندي Interior Design بإضافة الخلفيات للشباريك الموجودة عندي بإضافة خلفية وتعديلها هناك إما من الـ Photoshop أو الـ After Effects أو الـ Nuke وغيرهم ولكن في بعض الأحيان عند القيام بعملية الباك بلايت هنا وأختيار خلفية خاصة فينا نستطيع استخدام Material خاصة بالـ Shadowcaster أو التقاط الضل الموجود عندي مثلا في هذه الحالة من التنين وأسقاطها على الأرضية بحيث يكون الدمج جدا ممتاز بين الخلدي هذه فقط باختصار عن ما هي الباك بلايت الموجود هنا إذن أيضا نعود هنا من الأشياء المهمة قلنا الـ Intensity أيضا Intensity شدة الإضاءة في حالة لو أنا أريد شدة إضاءة أقوى ثلاثة مثلا وأقوم بعملية ترند تلاحظون أن الإضاءة أقوى في المشهد Tint يقوم بإضافة قيمة لونية للـ Sky أو للدوم للدوم الموجود عندي فإنثلا أنا قم بإضافة لون أحمر أعتقد واضح الفكرة يقوم بإضافة Tint كامل لوني وهو اللون الأحمر التي اختلته على المشهد بشكل كامل نعيده كما كان إلى اللون الأبيض وإعادة القيمة Intensity إلى واحد وضع الافتراضي هنا من الأشياء المهمة أيضا Array Contribution Effect Diffuse و Effect Specular في حالة أنا ما أرد في بعض الأحيان خصوصا إذا قمت باستخدام Light Portal أو Area Light في النوافذ في Interior Design يحصل عملية مثلا لو كانت عندي الأرضية عاكسة أو بعض الأسطح التي تكون عاكسة في المشهد عندي تقوم بالتقاط انعكاس للضوء المستخدم من هذا الإضاء Area التي أنا وضعتها على الطاقة أو النافذة في حالة أنا لا أريد أنها تقوم بالتأثير على ال Specular أو أعطاء أي لمعات للأسطح الموجودة عندي أقوم بإخفاء قيمة Effect Specular هنا والعكس الصحيح لو قمت بإخفاء Effective Diffuse سوف تكون فقط عندي لمعات موجودة في هذه الحالة سوف تكون المعات موجودة دون التأثير على السطح الموجود عندي طبعا لأن هنا السطح لم يعد في حالة لو أنا قمت بإعادة السطح إلى Plastic مثلا هنا إلى Plastic وقمت بإعادة مثلا الRender نلاحظ أن السطح أصبح بالكامل لونه أسود لماذا لأن إعادة مثلا الRender نلاحظ أن السطح أصبح بالكامل لونه أسود لماذا لأن الضوء لم يعد يؤثر على Diffuse أو لون المادة لم يعد يؤثر على لونه إنما يؤثر فقط على Specular فتلاحظون اللمعات ما زالت موجودة والعكس صحيح لو قمت بالغاء Specular لن تكون هناك أي إضاءات لمعات موجودة على السطح تلاحظون السطح أصبح مات مطفي تماما أو كما يقول مات بالكامل على التنين هنا وهنا أيضا من الجميل أنه يمكنني التحكم بقيمة الجلوسي الذي يتم إصداره من ال Specular الخاصة بالضوء هنا في حالة قيامة زيادة مثلا لو أقوم بتشغيل IPR IPR رندا وأقوم بزيادة قيمة الجلوسي سكان مثلا إلى عشرة نقوم بعملية Refresh أتجد الإضاءة 2.5 والآن أقوم بعملية IPR نلاحظ ماذا حصل اللمعة قيمة اللمعة في سطح التنين قلت بالنص لو أقوم مثلا بإعطاءها 0 لن تكون هناك بالمرة أصبحت عدنا إلى المادة المات أو المطفية تماما إذن التحكم عن طريق القيمة من صفر إلى واحد لقيمة الجلوسي التي يقوم الضوء بإنشائها على السطح الموجود عندي هنا الشادو فقط تفعيل الشادو أو الغائه ونسبة الشفافية الموجودة للشادو هنا الفوليوم سوف نقوم بشكل مبسط على إضاءة أخرى غير الموجودة هنا في الدوم إذن هنا عندي هو دوملايت بشكل مختصر والبيانات الأهم الخصائص الموجودة فيه إذن لو نقوم الآن بأخذ أهم الخصائص الموجودة فيه إذن لو نقوم الآن بأخذ ضوء آخر غير الدوملايت الموجود عندي أقوم باختيار الدوملايت وإلغائه موقعا عن طريق بغض على ON إذن لا يوجد عندي إضاءة المشهد والذهاب إلى اللايت ومن أهم الإضاءات هنا الموجودة عندي الفيزيكل الفيزيكل عندي هناك أربعة أنواع هي Area وPoint وSpot و Directional أربع أنواع من الإضاءات الموجودة عندي داخل الفيزيكل نقوم بأولها Area Light من إضاءات المشهورة جدا هنا الشيب فقط نقوم بتغيير الشيب هنا لا أريد الشيب أن يكون بشكل كاروي أو عفوا سفير بشكل كاروي نعود كما كان إلى Rectangle هنا وعملية Render الآن فقط عندي هذه الإضاءة Area Light فقط لاحظون قيمتها كبيرة جدا تأتي في البداية بقيمة كبيرة لاحظ لو نأتي إلى Intensity لاحظ قيمة الأفتراضية لها 100 نقوم بتخفيف مثلا إلى 5 ونقوم بعادة حملية Render أو IPR سوف نقوم أيضا تلاحظون القيمة كبيرة لماذا هنا ميزة جميلة في الإضاءة Area Light هي من الإضاءات التي يلعب الحجم فيها دور كبير كيف يلعب الحجم دور كبير نقوم بتصغيرها مثلا هنا لو أقوم بتصغير هذا Area Light نلاحظ تلقائيا أن كمية الضوء أصبحت أقل أطرق الخلفية هنا فقط لأني أريد أن أشاهدها أقوم بإبعاد الكاميرا لأني أريد أن نشاهد الكاميرا لأني أريد أن نشاهد الضوء الموجود عندي هنا في هذا الشكل الآن القيمة الموجودة عندي من الضوء لاحظون لم أقم بتغيير قيمة هي نفسها قيمة خمسة التي أعطيتها إياها من قبل رندر موجود بالأسفل نتركه يكمل الرندر ونشاهد هنا رندر بهذا الشكل الواحد في حالة لو أنا قم بتنقيص الحجم نلاحظ شيئين لاحظ الضل وقيمة الضوء ننقص الحجم أكثر حيث أنه يكون أصغر ونقوم بعمل رات أسفل الملاحظة الأولى التي نلاحظها أن كمية الضوء قلت والظل أصبح شارف أو حاد بشكل أكبر لو قمنا بزيادة قيمة الانتنسيتي إلى مثلا عشرين و IPR IPR رندر هذا ما نلاحظه فلو قمنا أيضا بتصغير أكثر نقوم بتصغير هذه الإضاءة أكثر نقوم بزيادة القيمة الآن بدل عشرين مثلا أصبح الحجم الإضاءة صغير جدا جدا معي هنا لاحظون صغير جدا إذا نعطيه قيمة إنتنسيتي أكبر في هذه الحالة مثلا مئتين هنا شاهد لاحظ الظل أصبح حادا أكثر و كمية الإضاءة أصبحت على قطرة طردية مع الحجم وهنا ما يميز الـ في حالة إذا ما أردنا في حالة إذا ما أردنا إلغاء هذه الخاصية أي ما هي قصدي بإلغاء هذه الخاصية أن الحجم يقوم بعملية تناسبية مع كمية الضو تلاحظون عندما أقوم بتكبير حجم والقيام بعملية IPR قيمة 200 كبيرة جدا لهذا الحجم الموجود عندي فلو أعود مرة أخرى إلى القيمة 5 تلاحظون القيمة 5 تكفي تماما لكمية الإضاءة التي تخرج من هذا الضو والظل أصبح أنعم بشكل واضح ناعم لكن لو أنا في حالة أردت إلغاء هذه الخاصية الذهاب إلى قسم الأريا والضغط على Normalize Intensity ماذا يعني Normalize Intensity Normalize Intensity سوف يقوم بإعطائي قيمة ضو ثابتة سواء قمت بتكبير حجم هذا الأريا أو تصغيره لا يفرق فلو أقوم بعملية مثلا IPR هنا لاحظون قيمة الضو أصبحت جدا جدا صغيرة بالنسبة إلى الحجم الموجود عندي خمسة إذن لو أقوم بإعادتها إلى مئتين مثلا أكثر مثلا تحتاج قيمة لونية كبيرة جدا 1500 ربما حتى أكثر من 1500 5000 رندر جميل الآن عند زيادة الحجم هل سيختلف أو نقصانه مثلا قللت الحجم قللت حجم لاحظون لا يوجد أبدا اختلاف لكمية الضو الموجودة عندي لأني قمت بتفعيل خاصية النورملايز انتنسيتي هنا وهي طبعا فيزيكري انكوريكت فيزيائيا غير صحيحة ولكن في بعض الأحيان نحن نحتاجها في بعض هذه العملية إذن نقوم بإلغاء النورملايز وطبعا إعادة القيمة هنا ليست 5000 مثلا إلى أيضا 15 مثلا وهذه قيام بعملية لاندار إذن فهمنا ما هي فكرة الأيريا لايت أنتنسيتي معروف اليونيتس الوحدات إذا تريدون القيام بعملية وحدات حقيقية مثل الوات واليومنينس وحدات حقيقية هنا الوحدة الافتراضية اميج أيضا اللون لون الإضاءة معروف بإمكاني التحويل مثلا بدل خاصية الإضاءة color إلى temperature temperature يقوم الآن لم يعد بإمكاني اختيار لون ولكن قام بتفعيل قيمة temperature وهي قيمة Kelvin ما هي قيمة Kelvin هي قيمة حقيقية فيزيائية للضوء إذ أنها تتدرج بين الضوء الدافئ إلى الضوء البارد أي أنني إذا أردت إضاءة دافئة أقوم بتقليل هذه القيمة مثلا إلى 4200 سوف تلاحظون أنها أصبر أصبر لون أصبر العكس تماما إذا ذهب إلى القيمة 8000 مثلا سوف تكون أكثر زرقة وهكذا ربما الـ 6500 6200 هي neutral في حالتنا هذه اللون الأبيض إذن هي إضاءات واقعية لا يوجد هناك لون بنفسجي لا يوجد هناك لون أخضر للضوء إذن عن طريق تغييرها إلى temperature معامل Kelvin أقوم بعادتها إلى color decay array contribution إذن هي نفسها موجودة كما شرحناها في doom light effect diffuse effect specular فقط هناك matte shadow له علاقة بعملية matting للشادو ونفس الشكاية قيمة التلاشي inverse square وهي القيمة الفيزيائية الحقيقية أو physically correct أنه كلما الضوء ابتعد أكثر من المصدر كلما تشتت وتلاشى أكثر على عكس عندما أقوم بعملية none هنا لن نلاحظ أي تلاشي نهائيا للضوء الضوء لن يتلاشى ولن يختفي أبدا وإذا قمنا بعملية linear هنا أنا أقوم بتحديد قيمة fall off أو التلاشي نقطة البداية إلى نقطة النهاية هنا يدويا بإمكاني مثلا القيام أقوله بالتلاشي عند قيمة مثلا عشرة أو عشرة سنتيمتر يبدأ عند الصفر وإنت عند العشرة سنتيمتر قليل مثلا خمسين مثلا تلاحظون أنا الذي أحدد قيمة decay أو التلاشي هنا عن طريق linear نقوم بإعادة inverse square visible في حالة ما أردنا أن الإضاءة تكون موجودة عندنا في المشهد أو لا فأنا للناحيتين بالجهتين الضوء يضيئ الآن حتى في الناحية الخلفية لو نركز هنا قامت بالإضاءة في الناحية الخلفية أو إخفاءها من الخلفية هنا تلاحظون اختفت ونرماليز أقدناه shape نعطى شكل للضوء هنا في حالتنا rectangle بإمكاننا نعطاه disk 20 أو sphere sphere من ربما الإضاءة التي تستخدم بكثرة لأنها تحاكي الإضاءة مثل اللمبات حيث أنها تقوم بإضاءة في جميع الاتجاهات وأصبح عندي هنا مجرد قطر قطر لها width تلاحظون الwidth هنا ممكن تقليله إلى 25 قيمة الإضاءة تقل والقطر يقل طبعا بإمكاننا عمل invisible بحيث أنها لا تظهر الإضاءة هنا من عندي shape وعندي أيضا cylinder وعندي mesh mesh يقوم بعملية اختيار pick مثلا أريد التنين هو الذي يقوم بعملية الإضاءة مثلا يقوم بعملية pick وعنده عملية render أصبح التنين هو مصد إضاءة أعتقد أن أنا اخترت مش عالي جدا إذن سوف أقوم بعملية إلغاء IPR 3D Max بدأ لأن عندي التنين هنا مجسم دو كثافة عالية جدا فلم هي يستوعبها الضوء لاحظوا لكن هنا الضوء ما حصل له تحول على شكل التنين الموجود عندي ولكن هنا لأن التنين تقريبا يتكون من أكثر من 800 ألف قريب إلى المليون Polygon فحصلت عملية Freezing أو التجمد لـ 3D 3D سوفاء وأنا أعمل حاليا على البطارية 3D سوفاء وأنا أعمل حاليا على البطارية الخاصة بالجهاز وقمت بتقليلها إذا ننتظر إذن قمت بإعادة الوضع الافتراضي الـ Area Light وتغيير مكانه في المشهد إذن بعدما شاهدنا عملية المشهد إذن المشهد اختيار مجسم معين في المشهد لكي يكون هو Light Source أو مصدر الإضاءة عندي عندي أيضا من الأنواع المهمة تماما هي مثلا Spot Spotlight عبارة عن إضاءة مثل التي توجد في الإضاءة معلقة بسقف الكون التي مثل المخروط وهنا فقط لو نشاهد قيم الكون الـ Spot فقط هي Cone Angle حجم الكون والفولوف مقدار التلاشي هنا مقدار التلاشي الحواف الناعمة التي سوف ينتهي بها عند الإضاءة بعضهم هنا قيمته قد تكون طليلة عند زيادة القيمة مثلا مثلا 50 مثلا رندر أيضا ربما أكثر بالنسبة الكون مثلا 800 رندر وهنا إضاءة الكون تلاحظون هنا قيمة الفولوف القيمة الموجودة في الفولوف Angle في حالة لو قمنا بالقيام بكونها حادة تلاحظون القيمة الضوء الآن سوف تكون حادة على الأرضية وعندي الـ Directional وهي إضاءة مباشرة Infinite هذا Infinite لا نهائية لا يوجد لها نهاية تستمر تضيء إلى النهاية بشكل غير منتهي تماما هنا قيمة كبيرة بالنسبة للـ 800 مثلا وتحاكم مثلا إضاءة الشمس وغيرها ولكن عادة في إضاءة الشمس ممكن نستخدم إضاءة Redshift Sun لن نقوم بالخوض فيها هنا لا هي ولا عند القيام بعملية إضاءة لإنتيريال أو مشهد الداخلي سوف نأخذ Redshift Sun والPortal الPortal من الإضاءات الرائعة جدا خديقة الPortal وله ميزة إذن هو لا يعمل بالشكل العادي الPortal من فقط كملاحظة أي شخص يقوم بإضافة Portal في المشهد لا يقوم بعمل أي شيء الPortal لا يعمل إلا بوجود إضاءة يأخذها من السماء بأنه يقوم بعمل أو توزيع لها في الIndoor الPortal خاص بالIndoor يعني مثلا الغرف المغلقة أو أي مكان مغلق إذن أنه يقوم بإدخال الضوء الموجود والخارج من الدوم لايت أو من الEnvironment يقوم بإدخاله إلى ذلك المكان هذه خاصية الPortal إذن نقوم بإعادة الPoint أيضا الPoint من الإضاءة الInfinite ما الفارق بينها وبين الArea وتغيير الShape إلى الSphere الPoint ليس له شكل أول شيء لا نستطيع تغيير شكله والPoint ليس له قطر معين يتحكم بحجمه هو فقط إضاءة غير منتهية يقوم فقط تحديد المسافة بها عن طريق الIntensity والDK فقط إذن سمبل بسيطة أسهل بكثير من الArea بشكل سفير لاحظوا إذن نقوم بإعادتها إلى Area Light وإعطاء قيمة مثلا 10 في هذا الحال إلى Area Light وهنا Area Light العادية شيء أخير مهم يجب أن نعرفه وهو Exposure Control ما هو Exposure Control الخاص بالكاميرا تحكم عروف خاص بالكاميرا تحكم مات بالكاميرا هو موجود في Rendering إما أن تذهب إلى Environment أو Exposure Control هو نفس المكان Exposure Control نفس المكان Environment تلاحظون هنا في Exposure Control No Exposure Control عند الذهاب إلى Red Shift Photographic Exposure أعتقد هذه القيم معروفة لأي شخص يستخدم الكاميرا والتصوير ISO والShutter Time والF Stop Number والVignette والWhite Point إذن في حالة لو أنا أقوم بتفعيل IPR وإعطاء مثلا ISO للفيلم أكثر إذن سوف تحصل عندي إضاءة أقوى للمشهد لأنني قمت بزيادة قيمة ISO في هذا المكان نقوم بعمل Refresh للIPR تلاحظون ما الذي حصل لأنني قمت بزيادة قيمة ISO في Shutter Speed لو أقوم بإعادة القيمة الموجودة الحالية عندي هنا إلى 100 ونشاهد ونشاهد الرندر هنا في هذه الحالة أصبح مظلم أكثر ومثلا زيادة قيمة الShutter Speed ما الذي سوف يحصل عندي في المشهد هنا عند قيمة زيادة قيمة الShutter Speed عندما نقوم بزيادة الShutter Speed أي أن كمية تضاءد داخل الكاميرا سوف تكون أقل إذن الصورة تصبح مظلمة أكثر على العكس الF Stop Number الF Stop Number عند تقليل هذه القيمة من 8 إلى 4 تلاحظون أصبح المشهد سوف يكون أكثر إضاءة عند تقليل قيمة الF Stop Number لكن قيمة الF Stop Number لها علاقة مهمة مع البوكة أو Focal Length أو البعد البؤري إذ أنني لو أرد عمل فوكس للدنين الموجود أمامي وشيء آخر موجود في الخلفية يكون بشكل بلر أو غير واضح قيمة الF Stop Number مهمة في تحديد هذا الشيء كذلك إذن أقوم 8 مثلا إعادتها وهنا أعطي قيمة Shutter Speed مثلا 120 وأعطى قيمة أكبر للإيزو 150 مثلا إذن هذه قيمة Photographic Exposure Parameter مهم جدا للقيام بعملية التحكم الكامل الشامل للضوء وهي مهمة جدا داخل الانتيريار أو المعماري أو غيرهم إذن من هنا الRed Shift Photometric Exposure Control أعتقد قمنا لو بتغطية أهم ما هو موجود بالإضاءات داخل الRed Shift فقط نقوم بعملية Rim Light أقوم بنقل هذه الإضاءة الخلف وتدويرها إذن أنا نسم فأقوم بإعطاء Rim Light للتنين الموجود أماني أقوم بتكبير حجم هذا Light وإعطائه قيمة ساخنة لون أصفر مثلا أو برتقالي والإضاءة الأمامية أقوم بإعطائها ضوء بارد أزرق هي الأساسية عندي أقوم بالموجودة عندي بالخلفية لاحظون قيمة الإضاءة فيها أكبر يعني قيمة Intensity ثابتة في الاثنين ولكن حجمها أكبر أقوم أيضا بزيادت إلى 15 مثلا أقوم بعمل Render بإمكاني إخفاء هذا الضوء طبعا كما قلنا عن طريق إختياره وأقول Invisible هنا Visible عند القيام بعمل Render لاحظون هنا فقط أرد أعطاء Rim الموجودة هنا على التنين بإمكاني أيضا تفعيل Doom Light في هذه الحالة أنا أعتقد قمت إلى الله إذن إنشاء Doom Doom Light وأيضا اختيار HDRI موجودة هنا وربما تقليل قيمة Intensity إلى النص مثلا إلى النص وتحويل مرة ثانية المادة الخاصة بالتنين إلى Silver Silver في الضيب ولكن Silver في الضيب ولكن ما أعطاء Reflectivity أغمق ولون أغمق كذلك للreflection أوكي نقوم بعملية render فتلاحظون عملية combination بين الإضاءات إذن أنني استخدمت أكثر من الإضاءة في هذه الحالة استخدمت إضاءتين للarea light وإضاءة للskylight مع عملية مع إضافة صورة HDRI وهنا ناتب سريع طبعا فقط هذه مقدمة عن الإضاءات والخصائص الموجودة أو أهم الخصائص ليست جميع الخصائص الفوليومترك الفوليومترك من التأثيرات الجميلة جدا وهي الإضاءة المكثفة وبشكل مباشر هنا لتفعيل هذه القيمة علينا إلى قيامة rendering من environment علينا القيام بعملية add إلى redshift volume scattering الآن لو قمت بعملية render لن يحصل أي شيء لماذا لأن جميع الإضاءات الموجودة عندي لم أقم بعملية تفعيل لل distribution scale هنا لل volume كل جميعهم صفر قيمة صفر لكن عند أعطاء قيمة هنا نلاحظ هو مثل الضباب الضباب أو الضوء الجميل الذي يدخل عادة من الشبابيك في الانتير يحصل له مثل الكتافة مثلا نقوم 0.5 للإضاءة الخلفية عندي هنا خلفية وأقوم بعمل render سنلاحظ هناك بعض مثل الضباب قيمة كبيرة جدا هنا إذن أقوم بعملية cancel أقوم بعملية 0.02 مثلا وأقوم بعملية render مرة ثانية طبعا هنا لأن المساحة مفتوحة عندي ولكن في حالة لو كانت المساحة مغلقة مثل ما قلنا نافذة في منزل نلاحظ هذه الأشعة الجميلة أشعة الضوء التي تدخل من النافذة وتنتهي مع دخولها وتلاشيها داخل القرفة تلاحظون هذا الذي قصدته بالضباب إذن تفعيله يجب أولا أن تقيام الـ Environment من عند Redshift Volume Scattering ثم تفعيلها من الضوء المراد تفعيله أتمنى أني أعطيت صورة واضحة حول الإضاءات طبعا كمدخل سريع للإضاءات الموجودة داخل الـ Redshift فقط هناك بقية الإضاءتين وقاصة في Portal أعطينا لبحة عنها الـ IES أعتقد إضاءة الـ IES معروفة وهي عن طريق إضافة ملف IES خاص بإضاءة حقيقية Physical للضوء والRedshift Sun مع الـ Porter سوف نأخذه عند عملية إضاءة لمشهد داخل أتمنى أن تكون هذا الفيديو كمدخل مختصر للإضاءات داخل الـ Redshift توضح بعض ما هي الإضاءة هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته